عندنا أرض كبيرة ما شاء الله المقاول هيبنيها هم أصحاب الأرض والمقاول هيبني وفي الآخر رئيب يعني يتقسموا الأدوار بانوا كم دور في أدوار مش مبنية مش موجودة وتباع هل هذا يدخل في حكم بايع المجهول شيخ الكريم نعم الحمد لله والصلاة والسلام وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام استثناء المشرع من البيوع بيوع ما لا تملك أو تحت يدك اللي هو الأخت الاتباع المجهول بيعوا السلام لكن وضع له ضوابط يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة مهاجرا واجدهم يسلمون في النخل بالسنة والسنتين يعني يبيعوا المحصول قبل أن يعني يجنى فوضع ضوابط لذلك فقال من أسلم فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم فبيعوا السلام هو بيعوا شيء موصوف في الزمة لكن لو ضوابط أنت أنا ببين لك الشقة دي مواصفاتها كده وانت شفت مثال لها في الظور التحت آه شفت مثال لها فنفس المواصفات دي تمانها 150 ألف أنت بتدفع عن 150 ألف في مجلس الاتفاق على أن يحدد لك تاريخ التسليم فهذا هو بيع من بيع السلام هنا جائز آه يعني لو الصورة تأمت على الصورة اللي احنا قلناها دي كما حضرتك تفضلت الآن جزاك الله خيرا وكما سألت أختنا فلا شيء في ذلك لأن يأكيد في عقد وهي ثلاثة غرف أو ثلاثة غرف أو غرفتان وده الموصوف وده الموصوف عشان لا يحدث التنازع وفي مدة محددة يجب يحدد المدة يسلمه أم سأسلمك بعد شهر بعد اثنين بعد سنة سنتين كده يعني احنا